اشتركوا في القناة اقيم في معسكر الصخير حفل توزيع شهادات الاستحقاق لمشروع بر الدور الاسكاني لمنتسب الحرس الوطني مشروع بر الدور الاسكاني لمنتسب الحرس الوطني يحتوي على مجموع 563 وحدة سكنية بنماذج مختلفة ومتعددة بين الشقق والوحدات حضر حفل توزيع شهادات استحقاقه عدد من كبار الضباط والمسؤولين في الحرس الوطني ووزارة الاسكان على رأسهم الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني وسعدت المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان حيث بدأ الحفل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم تلتها كلمة ترحيبية بسمو رئيس الحرس الوطني وسعادة وزير الاسكان ومعالي مدير الأركان على حضورهم الحفل وإلى سمو رئيس الحرس الوطني على تفضله الكريم برعاية حفل الاستحقاق لمشروع بر الدور الاسكاني الذي يخدم شريحة كبيرة من منتسب الحرس الوطني بعدها تفضلت سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان بإلقاء كلمة بهذه المناسبة والتي تقدم من خلالها بالتهنئة والتبريك لمنتسب الحرس الوطني وبين فيها أن هذا المشروع ما هو إلا تنفيذا لأوامر حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدة أيده الله في تأمين العيش الكريم للمواطنين من خلال بناء المدن الاسكانية في شتى أنحاء المملكة والتي تخدم كافة الشرائح والمناطق رفعة لهذا الوطن الغالي وأبنائه الكرام إذ يسعدني أن أتقدم إلى جميع المستفيدين من هذا المشروع الاسكاني بأحر التهاني والتبريكات داعين المولى عز وجل أن يكون سكنا مباركا أن هذا المشروع الاسكاني الذي نحن بصدد توزيعه اليوم يجسد مدى التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة لتوفير السكن الاجتماعي لأبناء المملكة من منتسب القطاع العسكري فالقيادة الرشيدة حفظها الله والحكومة الموقرة تحرص دائما على توفير الاحتياجات الاجتماعية لأبنائها المواطنين ولما كان السكن يمثل أولوية نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي للإسرة فقد حرصت الحكومة الموقرة على سرعة توفير الخدمات الاسكانية لمواطنيها الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني تفضل خلال الحفل بتوزيع شهادات الاستحقاق على المستحقين من منتسب الحرس الوطني لهذا المشروع وقد أعرب الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لتوجيهاته السامية بتخصيص إسكان بر الدور لمنتسبي الحرس الوطني ما يؤكد حرص جلالته على توفير السكن الملائم والكريم لبواسل الحرس الوطني وأكد سمو رئيس الحرس الوطني أن التوجيهات الملكية السامية بتخصيص وحدات في مشروع بر الدور الإسكاني لمنتسبي الحرس تؤكد الرعاية الملكية السامية لجميع أبناء البحرين وحرص القيادة الرشيدة متمثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه على تأمين كل مستلزمات الحياة الكريمة والسكن اللائق لأبناء الوطن أن نتقدم بالشكر الجزيل حق قيادتنا الحكيمة ومثلتنا بسيدي صاحب الجلالة الملك المفدة على المشروع الطيب اللي ما قصروا حقيقة أفرحوني فيه وبعد ما اطلعنا على المخططات وعلى المشروع مشروع حقيقة يشرح الصادر وشعور جميل بتوفير الوحدات السكنية بهذه الطريقة اللي تراعي متطلبات المجتمع البحريني يتراعي عادات المجتمع البحريني اتوفر العيش الكريمة لنا وحق عيالنا بتوفير السكن ملائم لأبناء الحرس الوطني وهذا أندل فإنه يدل على اهتمام سيدي صاحب الجلالة بأبناءهم من تسبب الحرس الوطني لتوفير السكن ملائم لهم بإذن الله الحمد لله شفنا وحدات السكنية تنظيم ممتاز السكن موجود والحمد لله حتى الشكل العام موجود وبدنا اللي بنظميات الجميع من تسببهم مع ابناءهم وعائلاتهم إن شاء الله بالإضافة الموقع المتواصل طبعا دائما حب أشكر جلالة الملك الملك من ملكة البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني على حصولي على الوحدة السكنية وهذه الشيء مو بغريب على جلالة الملك وسموه رئيس الحرس وحب أشكر على هذه اللفتة الكريمة على حصولنا على الوحدة السكنية وإن شاء الله المجموعة البعض اللي يتحصلها الوحدة السكنية كلمات عبر فيها المستفيدون من المشروع الإسكاني عن شكرهم وتقديرهم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وإلى القيادة الرشيدة وإلى سمو رئيس الحرس الوطني على الجهود التي بذلوها ويبذلونها في توفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن مشروع شامل يحتوي على مختلف الخدمات العامة التي يحتاج إليها كل مستفيد فبناء على هذا المخطط هناك المساجد والمرافق العامة والمحال التجارية والمرافق الصحية أيضا والعديد من الخدمات الهامة علاوة على هذه المخططات التي تبين النماذج المطورة من الوحدات السكنية التي وفرتها وزارة الإسكان بالتعاون مع رئاسة الحرس الوطنية يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين